أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريندو أولاين هنرجع لكم بفقرة تريندو أولاين ونحاول نلقى الدوء شوية على آخر الأخبار في الدوحة وإزاي النادي الأهلي بيستعد لكاس السوبر الإفريقي وأيضا كمان هنتكلم على مباراة مصر والجزائر والأجواء اللي موجودة في الدوحة بتأهل منتخب مصر والأجواء الجميلة في مونديال العرب لذلك أطير مباشرة إلى الدوحة مع الزميل العزيز والناقد الرياضي المتميز الأستاذ محمد الجزار اللي وحشنه وبقاله فترة يعني بعيد عننا لكن عامل أجواء جميلة جدا في الدوحة ودايما موجود في الخليج خط الدفاع الأول عن النادي الأهلي في كل أحواراته الصحفية أستاذ محمد مساء الخير عليك وبرحب بيك وبسعد بوجودك معايا دايما في برنامج التريند أهلا بك أخي وصديق العزيز أستاذ محمد سعيد تحياتي لك وكل مشاهدين البيت الكبير قناة النادي الأهلي فخور أن يكون موجود في الإطلالة دي وإن شاء الله أكون ضيف خفيفة عليكم بإذن الله قبل ما أدخل في أي تفاصيل عايز أقولك أنت عامل حالة جميلة جدا على السوشيال ميديا دفاعك عن النادي الأهلي أمام الزملاء الإعلامين العرب في مسألة البطولات الإفريقية والحديث عن البطولات الإفريقية حديث عن تاريخ الأهلي انتصارات الأهلي بطولات الأهلي فده شيء رائع جدا لأنك كمان لما بترده وبتتكلم بوصائق وبتاريخ وبأرقام فده شيء بجد أحييك عليه لأن الجمهور لامس ده من خلالك من خلال ظهورك في الفترة الأخيرة أشكرك جدا سيد محمد وده واجب علينا تجاه النادي الأهلي علمنا دايما أن نرد بالحجة وبالأسانيد ودون أن نكيل الاتهمات للآخرين أو نسيء لأي طرف آخر نحب الأهلي هذا لا يمنع على نحترم الآخرين بالتأكيد أكيد طيب أبدأ معك بإيه كاس الفيفا للعرب والمونديال اللي عامل حالة جميلة لكل الوطن العربي ولا نتكلم عن كاس السوبر وانتعنق تفاصيل مهمة جدا بالنسبة لاستقبال الأهلي والتحضير للسوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي يمكن هربطهم الاثنين ببعض سنقول الأول أن لا صوت يعلو فوق صوت بطولة كاس العرب في الوقت الحالي البطولة الملقبة بمونديال العرب لأنها بتعد بروفا لبطولة كاس العالم قطر 22 يمكن الكاف زنق كده بنقول باللغة العامية زنق اللجنة المنظمة والاتحاد القطر شوية لما رجع بعد ما كان 28 رجع عدم يوم 22 تاني فالمساحة الزمنية قصيرة جدا فرغم أن الكل مشغول بطولة كاس العرب وزي ما أنت شايف طبعا الاهتمام والزخم الإعلام الكبير والحالة الجميلة اللي احنا كلنا عايشينها في الوقت الحالي وجود 16 منتخب والحضور الجماهير اللي بيتعدى 50% من ساعة الاستداد وده ما كانش بيحصل من ساعة كورونا لكن من نهاية الأسبوع ده يعني بالبكرة بالكتير هتبدأ الاجتماعات وهتنطلق التجهيزات إن شاء الله للمباراة زي ما أنت قلت أنا تابعت مؤدمتك وكان عادة دايما الترند الحقيقة وانت في ذاتة محمد في أخبار الكاف والابتحاد الأفريقي الحقيقة بنستقي أخبارنا منك ما شاء الله يعني المباراة طبعا ما فيش أي كلام خالص إن المباراة تتأجل الكاف مصر لأنه خلاص زي ما بقوله كده عايز يخلص المباراة تأجلت أكتر من مرة فحتى لو فيه كورونا الممور ممكن توصل لدرجة إن الرجاء يجي على طيارة خاصة ويلعب المباراة لكن أعتقد إن الأمور ما فيهاش أي محاولات أو أي ممكن ضغوط لتأجيل المباراة خلاص المباراة 22 ديسمبر النادي الأهلي بدأ ومجلس الإدارة والجهاز الفني والجهاز الإداري وكابتن سيد لكل الحقيقة عاملين اتصالات مع المسؤولين هنا في الدوحة وتجهيز من وقت مبكر جدا عشان إن شاء الله الأهل ييجي على خير وبإذن الله يرجع برضو على خير منصور وهو فايز بالكاس ما احترمنا طبعا وتقديرنا لنادي الرجاء لكن المنافسة بالتأكيد كل طرف يحد من الفريق اللي بيشجعه يفوز طيب نسبة تغيير ملعب المباراة من ملعب جاسم بن حمد ملعب نادي السد إلى ملعب نادي الرايان إحدى الملعب المنديالية اللي بتصطديف كأس فيفا للعرب وأيضا كمان كأس العالم في ديسمبر العام القادم هو طبعا الفكرة لسه مجرد فكرة مطروحة عشان برضو الأمور تبقى في نصابها صحيح لحد دلوقتي ما فيش قرار هو القرار المعلن والرسمي إن المباراة على استاذ جاسم بن حمد لكن الفكرة طرحت إن ليه لأ ما نلعبش المباراة على أحد ملعب المنديال وأنا من خلال بعض المصادر عرفت إنه استاذ أحمد بن علي بنادي الرايان اللي لعبنا في مطشي الأهلي وباير ميونيخ في كأس العالم للأندية اللي خدنا فيها المركز التالي فيمكن لسه ما فيش قرارات اتخذت لأمن الاجتماعات لسه ما انطلقتش بشكل رسمي زي ما قلت في بداية الكلام إن كل التركيز كان على بطولة كأس العرب فخلال الأيام اللي جاية إن شاء الله هتبتضح الصور لأن زي ما انت عارف وكل الدنيا عارفة لا يخفى على أحد شعبية النادي الأهلي الكبيرة وجمهوره اللي منتظر وصول النادي الأهلي وقدومه على أحرة من الجمر حتى لو الأهلي إيه جمه واحد الناس على أتم الاستعداد إنها تخرج بالألاف وتساند الفريق وتأزروا وعشان إن شاء الله يفرحها ببطولة ولقب جديد بإذن الله فبالنسبة للملعب أعتقد خلال الساعات القليلة القادمة هتتضح الرجا لكن بالنسبة لقطرة محمد ما فيش مشكلة عايز أي ملعب يلعب عليه طالما مش مشغول مثلا بممراعة وبطولة فالأمور طيبة جدا لأن عندهم خبرة كبيرة جدا في تنظيم الأحداث والبطولات الكبيرة وفي دايما سلاسة في دخول الجماهير وسلاسة في تنظيم المباريات فإن شاء الله تكون الحقيقة قمة مصرية مغربية بنكهة أفريقية إن شاء الله تخرج بأفضل صورة على الملعب المندياني طيب في تفاصيل تانية خاصة بالسوبر نخليها يعني لما نقرب شواء من معاد المطش تجينا تاني إن شاء الله ونتكلم على كأس السوبر لكن عايز أرجع لكأس فيفا للعرب ولقاء الجزائر وإنت مبارح كنت موجود في استاد نادي الوقرة المشهد عظيم الجمهوري مبارح عمل كارنافلات في الاستاد وفي المدرجات سيمفونية حماس الفريق مبارح رجعنا لأجواء منتخب مصر بتاعت 2006 اشرح لي يا محمد اللي انت بقى شفته في الملعب أنشيد منتخب مصر أو أنشيد مصر مبارح اللي كانت بتشتغل في الساوند الداخلي داخل ملعب المباراة الأجواء رد فعل كارنس كيروش عاقب المباراة ردود فعل الإعلام الجزائري وتصرحات موجود بقى رنبارح عاقب بنهاية المباراة طبعا كل الناس شايفة وكل الناس لمسة الحالة اللي الجمهوري عاملها وده لا يخفى على أحد طبعا وعلى الجانب الآخر برضو لازم نقول الحالة اللي لعبة المنتخب عن لها التزام انضباط يعني يمكن أعتقد محدش سمع من بداية المعسكر ما فيش أي مشكلة من أي لعيب وإن شاء الله لحد نهاية البطولة اللعيبة حسب مسؤولية كبيرة لكل عايز يثبت نفسه وعايز يعمل حاجة لمصر والجمائل المصرية الجمائل المصرية بدورها ما أثرتش الجالية المصرية وطبعا يمكن الشيء الجميل إن رئيس ربطة المشجعين المصريين اللي اختارتهم اللجنة العليا المشاريع هو رئيس ربطة النادي لأهل المستشار حسام أبو العلا الحقيقة الرجل عامل حالة جميلة جدا ورغم كده مفيش أهلي مفيش زمالك لا الاجتماعات والتنصيق مع كل معربة تنادي الزمالك وعملين الحياة حالة جميلة جدا في حب مصر فكان من الطبيعي إن الحالة الإيجابية الجميلة اللي موجودة ما بين الناس وما بين المفروض اللي هم القيادات تنتقل على مستوى الجمهور الجمهور كمان عايش أجواء بطولة كس عالم مش بطولة عربية كانت بتعاني من مشاكل وتهميش وتأجلات الملاعب كمان الملاعب الحياة محمد الجو دلوقتي الجو مثالي جدا لممارسة كرة القدم ودل على فكرة التوقيت اللي هتكون فيه بطولة كس العالم 20-22 السنة المقبلة جو يساعد على لعب الكرة جو يساعد العائلات والأسر والأطفال كمان إنهم يروحوا للمداربات فكان المشهد من كل الأعمار الحياة ممكن كان ليه اتصال قبل شوية مع رئيس الاتحادية الجزائرية الأستاذ الشرف الدين أعمارة فبقوله يعني إيه أنت أبرز حاجة لفتت انتباهك قال أنا العالم المصري جنب العالم الجزائري والمصريين جنب الجزائريين في نفس المدرب وما فيش أي مشاكل ما فيش أي أزمات دي حاجة الحقيقة أنا بشوفها للتاريخ ودي هتكون بداية لمزيد من علاقات مميزة وتواطط وأواصر لأن اللي بين مصر وبين الجزائر أكبر من حتى كرة القدم نفسها وتاريخ نشئتها فالحقيقة المشاهد دي كلها قالت أننا مبارح كنا قدام ديربي مصري جزائري محترم اللعبة قدموا كمان مستوى مميز رغم الاندفاع البدني والقوة من اللعبين لكن كان الحقيقة فيه التزام وروح رياضية وتنافس شريف وأعتقد أن الصور اللي التقطتها عدسات المصورين ووكالات الأنباء نقلت المشاهد دي الحقيقة كانت مباراة مثالية في كرة القدم بما تعني الكلمة منها وقت ما كان الحكم بيطلع أنذارات كنت تشعر وكانها أهداف أو المباراة فيها يعني حصلت أهداف غير طبيعية المشاهد ده في الملعب كان عامل إزاي يا محمد؟ بص الملعب عن بكرة دي حتى الصحفيين احنا كنا كمان بنقوم نرقص ونقفز مع كل هدف مع كل أنذار كأنه هدف بصدت الانذار الكارت الأحمر اللي في الدهاء الأخيرة بعد أحمد أبو الفتوح ما نزل كأنه ده يعني بلغة الأهلوية القاضية ممكن ولكن أول مرة أشوف قاضية بإنذار مش بهدف زي هدف أفشة الشهير يعني طبعا مع تقديرنا الكبير لأفشة وكل اللعيبة والحقيقة يعني كانت أجواء جميلة محمد بصراحة عيشنا صحيح المباراة تعالي أنا برضو مش عايز أبالغ في موضوع إن احنا كسبنا أو إن احنا خدنا البطولة لا هو الفرحة بموضوع التعادل وموضوع أن أنت تتصدر المجموعة على حساب المنتخب الجزائري القوي اللي بنحترم وأكيد بنقول أنه منتخب كورة بيضم عناصر كويسة جدا على صعيد جميع المراكز بداية من رئيس مبلحي في حراس المرمى خط الدفاع جمال بالعمري مهدي تعراض خط الوسط طيب مزياني في الهجوم بغداد بنجاح ياسين إبراهيم ياسين إبراهيم اللي بيعيد اكتشاف نفسه مع المنتخب خلال البطولة يوسف بلايلي يعني مجموعة من اللعيبة كتيبة من النجوم رغم أن ده كمان مش المنتخب الأول فانت منتخب مصر اللي كان بعاني في الفترة اللي فاتت وكان عنده أزمة ثقة وكانت الناس بدأت تبعد عن المنتخب ومشاط المنتخب لا أقول لك من بطولة الدوحة الناس هترجع نفس الشغف تاني لتتابع مباراة المنتخب وتأذر وتسند منتخب مصر وان شاء الله بإذن الله أنا شخصيا بقولها من خلالك أنا متفائل بمستر كيروش وبالمجموعة اللي على مصر واللعيبة اللي موجودة لا محدش يقول لي أن مصر مفقاش لعيبة كويسة ولا دورينا تعبال لا عندنا مواهب وعندنا نجوم كبار في كل الأندية سواء بقى ندقي في درجة تانية تالتة لو حتى تروح دوري الكمبارس في الدرجة الرابعة مراكز شباب والله فيه لعيبة تكون في مراكز شباب تلعب في دوري ممتاز لكن المهم الناس اللي تشتغل شغل صحفاء الحمد لله طبعا كانت أجواء حلوة فرحنا واتبسطنا بشكر كل رجال المنتخب جهازنا الإداري جهازنا الفني بقولهم عبر شاشة قناة الأهلي كلنا ثقة فيكم وكلنا بندعمكم وبنساندكم وأي نتيجة هتعملوها أو هتحقوها هنقول لكم برافو لأن لسه قدامنا معترك أكبر وأقوى هو كاس الأمم الأفريقية والمباراة الفصلة لكاس العالم إن شاء الله مصر محمد في طريقها للعودة إلى الطريق الصحيح في ريادة الكرة الأفريقية آه احنا ما بعدناش قوي لكن لأ فيه حصلت دروب كده لكن دروب إن شاء الله يعجل الصلاح زميل العزيز والناقض الرياضي الكبير الأستاذ محمد الجزار أرى بشكرك شكرا جزيلا أنت عامل حالة حلوة كمان في البطولة وعمل حالة حلوة معنا وبنتكلم على السوبر وكاسي في العرب بشكرك دايما